شارك عدد من طلاب الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية في فعاليات ماراتون الدرجات الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة ويأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للدرجات والتنمية المستدامة وذلك في إطار حرص القيادة العامة للكوات المسلحة على ترسيخ تقافة ممارسة الرياضة وأوضح المتحدث العسكري على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي أن طلبت الكلية العسكرية أظهروا خلال الماراتون ما يتمتعون به من مهارات رياضية وقدرة بدنية عالية مكنتهم من تحقيق عدد من المراكز المتقدمة ويعد الماراتون أكبر تجمع شببي لرياضة الدرجات الهوائية حيث شارك به 25 ألف شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية ترجمة نانسي قنقر